في خصوص الأزمة التبنسية في منطقة الخليج قالت الولايات المطاعدة أنها تؤيد الوساطة الكويتية بشكل كامل إلا أن موقفها المبدئي من الأزمة يختلف نوعا ما هذا وتهم الرئيس الأمريكي يونانو ترامب في 9 يونيو الماضي قطر بتمويل الإلهاب على مستوعات واعتبرت تصريحاته تايدا لقطر العلاقات مع قطر كان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيروسون قد دعا قبل ساعة من تصرحات الرئيس إلى تخفيف الحصار مشيرا إلى ثقته بأن قطر تحارب تمويل الإرهاب وبعد عيدة أيام سمح ترامب ببدء أو بيع الإسلحة قيمتها أكثر من 21 مليار دولار أمريكي للدوحة حيث تم توقيعه على صفقة تشمل الست وعشرين طائرات مقاتلة من ترازي أف خمسة عشر بقيمة 12 مليار دولار أمريكي في 14 في الرابع عشر من يونيو السابق وفي وقت لاحق أجرت الولايات المتعدة وقطر تدريبات بحرية مشتركة واختار ترامب للمملكة العربية السعودية أول محطة نافي أول زيارة خارجية له في مايو الماضي بينما تنضم قطر أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة وتعتبر البحرين موت الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية اشتركوا في القناة